استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيسة الجديدة للاتحاد الدولي لجماعيات الصليب والهلال الأحمر كيت فوربس التي بدأت أول جولة لها في الشرق الأوسط بعد توليها المنصب بزيارة مصر خلال اللقاء ثمن رئيس الوزراء جهود الاتحاد لتقديم الدعم الإنساني بمختلف جوانبه في جميع المناطق التي تتطلب هذا الدعم حول العالم وشدد مدبولي على خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة والعمل الدقوب الذي يقوم به الهلال الأحمر المصرية لتقديم كافة أوه الدعم الممكنة في هذا الصدد